السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الطلاب في تقنية رقمية 3 في وحدة مستندات ونماذج وتقارير الأعمال في درس تقارير أو تقارير الأعمال 2 في الدرس السابق تحدثنا عن تقارير الأعمال مفهوم تقارير الأعمال أهداف تقارير الأعمال أنواع تقارير الأعمال في هذا الدرس بإذن الله سنتحدث عن كتابة تقارير الأعمال ومكونات تقرير الأعمال ومكونات إضافية للتقرير سؤال عزيزي الطالب ما مكونات تقرير الأعمال؟ تقرير الأعمال سنعرف في هذا الدرس على مفهوم تقرير الأعمال وكيفية كتابته إذن تقرير الأعمال هي مستندات يتم إنشاؤها غرض إيصال المعلومات بإيجاز وكفاءة حول أعمال أو مهام محددة أو لتقييم العمليات المالية المتعلقة بأداء العمل وقد يتخذ بناء على هذه التقارير قرارات تحسينية أو تطويرية للمنشأة ويكون بهذا الشكل تقرير الأعمال مفهوم تقرير الأعمال تعد تقرير الأعمال أداة اتصال رئيسة في الأعمال نظرا لأهميتها في تسجيل ومشاركة المعلومات والقرارات بصورة فعالة تكتب هذه التقارير بأسلوب موجز يسمح للقارئة التنقل خلالها بسرعة وبتحديد العناصر الأساسية ولهذا الغرض يتم استخدام العناوين الرئيسة والفرعية ونقاط التعداد والمخططات والجداول لإيصال المعلومات ذات الصلة يمكن أن تتراوح تقارير الأعمال من تقرير موجز مكون من صفحة واحدة إلى تقارير معقدة تتكون من مئات الصفحات أهداف تقارير الأعمال أولى هذه الأهداف فحص المشكلات والمسائل المختلفة في محاولة لإيجاد الحلول المحتملة إذن نقوم بفحص المشكلات فحص المشكلات والمسائل المختلفة في محاولة لإيجاد الحلول المحتملة نبحث عن المشكلات الموجودة في الشركة أو في المؤسسة أو في الهيئة أو في الوزارة ونقوم بعد فحص هذه المشكلات في محاولة لإيجاد الحلول المحتملة لهذه المشكلات النقطة الثانية لدينا أو الهدف الثاني تقديم اقتراحات للتحسين من خلال تطبيق نظريات الأعمال والإدارة نعلم أن هناك تطور في نظريات الأعمال والإدارة من خلال هذا التطور قد لا يكون هناك خلل واضح في المؤسسة أو الشركة ولكن من خلال هذه النظريات نستطيع أن نقدم اقتراحات للتحسين النقطة الثالثة لدينا والهدف الثالث تقديم التقييمات والاستدلالات عند النظر في الحلول والنتائج الممكنة رابعا تقديم استنتاجات حلول أو حول بعض المسائل أو المشكلات خامسا تقديم اقتراحات للإجراءات المستقبلية إذن للتطوير للتحسين يتم تقديم اقتراحات للإجراءات المستقبلية بناء على ماذا؟ بناء على تقرير الأعمال المقدمة أنواع تقارير الأعمال النوع الأول لدينا التقارير الإعلامية توفر التقارير الإعلامية معلومات موضوعية حول مسألة معينة حول مسألة معينة ما؟ كما تقدم حقائق غير متحيزة دون شرح الأسباب والنتائج المحتملة للموقف المحدد على سبيل المثال من الممكن أن يتضمن أحد التقارير الإعلامية للشركة معلومات عن عدد الموظفين وأدوارهم في الشركة إذن التقارير الإعلامية هدفها الأساسي أو عملها الأساسي تقديم حقائق غير متحيزة ما معنى غير متحيزة؟ لا تقبل الآراء مثل عدد الموظفين في الشركة هل هذا يقبل رأي؟ أرأيين؟ هذا رأي واحد فقط عدد الموظفين عملية محددة إذن غير متحيزة الحقائق الموجودة فيها هذه التقارير غير متحيزة أيضا أدوارهم في الشركة فلان منصب كذا فلان يعمل في كذا هذه الأدوار غير متحيزة كل واحد ومناط له عمل محدد فهذه تسمى التقارير الإعلامية النوع الثاني لدينا من التقارير التقارير البحثية تعتبر التقارير البحثية النوع الأكثر شمولا لتقارير الأعمال ويتم إعدادها عندما تفكر الشركة بتحقيق هدف جديد بتحقيق هدف جديد يقوم فريق من الخبراء أو الباحثين بتحليل هذا الهدف ودراسة جميع البيانات والحقائق ذات العلاقة وعرضها بصورة نهائية في تقرير بحثي كما تقدم خاتمة تقرير البحثي بعض الاقتراحات بعد أن تدرس البيانات الموجودة والحقائق الموجودة في الشركة تقوم بتقديم بعض الاقتراحات إذن هدف التقارير البحثية تحقيق هدف جديد ننظر للمستقبل ننظر للمستقبل الرغبة في تحقيق هدف جديد النوع الثالث لدينا التقارير التحليلية عادة يكون هذا النوع من التقارير مطلوبا عندما تهدف الشركة إلى اتخاذ قرار مهم حيث يحلل التقرير وضع الشركة ويقدم المعلومات والتفسيرات والاستنتاجات ذات العلاقة والتي تساعد المديرين في اتخاذ أفضل قرارات بمعنى ترغب الشركة مثلا في فتح فرع جديد فتح فرع جديد أو قسم جديد في الشركة هنا المختصين يقومون بوضع تقرير تحليلي للفائد المرجوة أو هل هو سيحقق الأهداف أم لا هذا القسم أو هذا الفرع ويساعد هذا التقرير المدراء في اتخاذ القرار إذن التقرير التحليلي مهمته إزالة الرؤية الضبابية لدى المدراء في الشركة النوع الرابع لدينا تقارير التقدم تقارير التقدم تستخدم لتوضيح الوضع الحالي لمهمة أو قسم معين إذن قسم أو كتحديث يقدم لطالب التقرير عادة ما يكون المدير أو المشرف على فريق أو قسم على سبيل المثال يوضح التقرير الأسبوعي نلاحظ هنا الكمية قسم والمدة لدينا أسبوع التقدم الذي تم إنجازه على مدار الأسبوع تفاصيل المشكلات التي ظهرت والمهم التي يجب القيام بها في الأسابيع القادمة تذكرون عندما تكلمنا عن تعريف تقارير الأعمال قلنا أنها قد تكون من صفحة إلى مئات الصفحات الصفحة الواحدة هي غالبا تكون تقارير التقدم تقارير التقدم التي تكون تقرير أسبوعي يقدم بملخص وموجز لمدير أو رئيس القسم على ما تم إنجازه في هذا الأسبوع ويساعد في عملية التطوير والتحسين لهذا القسم كتابة تقرير الأعمال الغرض من التقرير هو إعلام القارئ بحالة أو مشكلة معينة ولهذا يجب تنظيم التقرير وتنسيقه بشكل يضمن عرض جميع المعلومات الأساسية ومعالجتها بطريقة منطقية حتى وإن تطلب الأمر إحداث بعض التغييرات على تنسيق التقرير إذن الهدف لديه هو إعلام القارئ الهدف لديه هو إعلام القارئ مكونات تقرير الأعمال مما يتكون تقرير الأعمال أولى هذه المكونات هي العنوان يهدف لإطلاع القارئ على مغزة تقرير ويجب أن يكون مختصرا إذن يكون مباشر العنوان يكون مباشر للتقرير ويكون مختصر لا تضع العنوان مثلا سطرين أو ثلاث أسطر اسمه عنوان إذن من نظرة مباشرة يعرف قارئ التقرير ما بداخل هذا التقرير أو مجمل ما بداخل هذا التقرير إذن يجب أن يكون العنوان مختصرا الثاني لدينا الملخص بعد أن قرأ العنوان قارئ التقرير في الملخص هذا يهدف لتقديم لمحة موجزة عن التقرير ولا يشترط تقديم معلومات مفصلة لمحة موجزة ولا يشترط تقديم الملخص يهدف لتقديم لمحة موجزة عن التقرير ولا يشترط تقديم معلومات مفصلة إذن لدينا هنا بعد أن كان مختصرا العنوان في كلمات محددة هنا نتوسع قليلا بحيث نقدم لمحة موجزة عن هذا التقرير ولا يشترط فيه تقديم معلومات مفصلة النص الأساسي في مكونات تقرير الأعمال يتكون من مقدمة ونص رئيس وخاتمة إذن ثلاث أجزاء في النص الأساسي مقدمة ونص أساسي وخاتمة بحيث أن المقدمة توضح فيها أن ماذا سيتم التطرق إليه في هذا التقرير تبدأ من العام إلى الخاص ثم تقدم النص الأساسي بكامل المحتويات وبعد ذلك في الخاتمة تضع خلاصة هذا التقرير يصف المشكلات والبيانات التي يتم الحصول عليها ويناقش النتائج المهمة هذا هو النص الأساسي يعني نلاحظ عزيزي الطالب في العنوان كان مختصر عدة كلمات ثم في الملخص عدة أسطر ثم في النص الأساسي قد يتحول إلى عدة صفحات فإذن يجب التدرج في كتابة التقرير بعد ذلك لدينا الملحقات الملحقات هذه اختيارية اختيارية قد يكون التقرير فيه ملحقات وقد لا يكون هذه اختيارية تتضمن أي صور أو مخططات أو بحوث لم يتم الاقتباس منها مباشرة في النص الأساسي ولكنها وثيقة الصلة بموضوع وثيقة الصلة بموضوع هذه تكون في الملحقات بحيث لا تدمج في النص الرئيس في النص الرئيس لا تدمج وتكون في الملحقات للاستزادة مثلا تضع في النص الرئيس للاستزادة أو للتأكد للقراءة للاستطلاع أكثر عن هذا الموضوع لا تريد أن تدرج الموضوع مثلا لحجمه الكبير أو لعدد صور كبير جدا فمن أراد الاستزادة بإمكانه أن يصل إلى الملحقات فتضع هذه الملحقات التي أشرت إليها ولم تقتبس منها مباشرة تضعها في الملحقات المراجع قائمة بالكتب أو مصادر المعلومات يتم سرج جميع العناصر التي تم الاقتباس منها بالترتيب الأبجدي لاسم المؤلف في نهاية التقرير لاسم المؤلف في نهاية التقرير قائمة المراجع تعتمد على تصنيف عالمي في كتابة المراجع بحيث يكتب اسم العائلة ثم الاسم الأول له وبين قوسين بعد ذلك التاريخ ثم اسم هذا الكتاب أو هذه المجلة وبعد ذلك دار النشر هذه القائمة تكون مرتبة ترتيب أبجدي بناء على اسم العائلة اسم العائلة للشخص مرتبة ترتيب أبجدي هذه المراجع تساعد الشخص في حال الرغبة للرجوع لهذا المرجع والتأكد من البيانات وصحة البيانات التي أوردتها في التقرير يستطيع عن طريق هذه المراجع بعد الرجوع إلى القائمة كاملة لماذا؟ لأنك في المرجع فقط تكتب اسم العائلة الأخير ومثلا رقم الصفح والتاريخ إذا كان اقتباس مباشر يوضع فيه رقم الصفحة اقتباس غير مباشر يكتفى بالاسم والتاريخ لهذا المنشور الذي اقتبست منه دائما المراجع عزيزي الطالب تقوي التقرير كلما كان التقرير يحوي على مراجع من أين حصلت على معلوماتك من أين أخذت بياناتك يكون التقرير أكثر مصداقية بعد ذلك لدينا قائمة المحتويات تساعد القارع في العثور على معلومات محددة في التقرير بسرعة يتم تقديمها عادة كقائمة عنوين مع أرقام الصفحات المقابلة قائمة المحتويات هي ما نسميها الفهرس الاندكس هذه تكون موجودة إما في آخر التقرير وأحيانا تكون في أول التقرير ولكن قائمة المحتويات هذه ميزتها أو ما يميزها أنها تضع العنوان الموجود نحن اتفقنا أن هناك عنوين رئيسية هناك عنوين فرعية وهناك فقرات إذن العنوين هذه بأرقام صفحاتها تكون موجودة في قائمة المحتويات مثلا شخص قرأت تقرير ويعلم أن هذا التقرير في هذه الجزئية ويرغب في الوصول إليها مباشرة لا يرغب في قراءة التقرير الكامل بمجرد رجوعه إلى قائمة المحتويات سيبحث سيجد كل جزء من التقرير أمام رقم الصفحة الخاص به مباشرة يجده ويتجه مباشرة إلى رقم الصفحة في هذا الملف وإذا كان ملفك تفاعلي بإمكانك أنك تضع ارتباط تشعبي مباشرة مجرد ضغط على هذا العنوان ينقله إلى الصفحة ويكون أفضل لتقريرك ينقله إلى الصفحة مباشرة التي موجود فيها أو اللي موجود فيها ما يبحث عنه إذن هذه هي مكونات تقارير الأعمال المكونات التي يتعامل معها مباشرة وتكون موجودة أساسية في التقارير هي العنوان والملخص والنص الأساسي بحيث العنوان يكون سطر تقريبا والملخص يكون أسطر إذن عدد كلمات بسيط في العنوان عدد أسطر بسيط في الملخص ثم عدد صفحات في النص الأساسي هذه المكونات في حال الرغبة في الزيادة أو في التوضيح أكثر أو يكون التقرير كبير جدا نتفقنا مثلاً تقارير التقدم عبارة عن صفحة واحدة الصفحة الواحدة لا تحتاج فيها إلى قائمة محتويات لا تحتاج فيها إلى ملحقات لأن كل ما ترغب فيه أنت أدرجته هو صفحة واحدة التقارير تقدم تقارير أسبوعي ولكن ماذا عن مثلاً التقارير التحليلية تقارير كبيرة هنا تحتاج إلى أن تضيف إليها ملحقات هنا تحتاج إلى أن تضيف إليها مراجع تحتاج إلى أن تضيف إليها قائمة محتويات هذه هي مكونات تقارير الأعمال مكونات إضافية للتقرير قائمة المصطلحات من المفيد تقديم تفسيرات حول المصطلحات الفنية المصطلحات الفنية أو الاختصارات المستخدمة في التقرير إذا كان الجمهور لا يملك خبرة عن الموضوع حيث تجمع هذه التفسيرات في ملحق منظم يسمى بقائمة المصطلحات والتي تعرف بأنها قائمة مرتبة أبجدياً بالمفردات المستخدمة في التقرير مع تعريف موجز لمعاني تلك المصطلحات بمعنى إذا كنت تكلم عن موضوع فني موضوع دقيق جداً فأعلم أن الجمهور المستهدف لديك لا يفهم كل ما تتحدث عنه يجب إيضاح المصطلحات الفنية المصطلحات الدقيقة مصطلحات التخصص يجب إضافتها في قائمة مصطلحات حتى توضح لمن لا يفهم أو لمن ليس في نفس المجال ماذا تعني بهذه المصطلحات كيف توضحها؟ لا تكتب بعد كل مصطلح في التقرير معناه هنا سيزدحم التقرير يفضل في التقرير أن تخاطب المختصين وتضع لك قائمة منفصلة مرتبة أبجدياً تضع فيها معاني هذه المصطلحات بحيث أن الشخص المختص أو من هو في نفس المجال الموجود فيه هنا لا يحتاج إلى قراءة قائمة المصطلحات بمجرد قراءة للتقرير يفهم ما بداخل التقرير أما شخص غير مختص أو في مجال غير مجالك ويرغب في هذا التقرير ومعرفة ما فيه هنا يحتاج إلى الرجوع إلى قائمة المصطلحات بحيث أن لا يكون التقرير مبهم بالنسبة له فهذه هي قائمة المصطلحات الثاني لدينا الجداول عند تقديم كمية كبيرة من البيانات الإحصائية من المهم جمعها وتقديمها في الملحق ومن المهم أيضا إعطاء عنوين تعريفية لهذه الجداول والتأكد من تقديمها بالترتيب الذي تمت الإشارة إليها في النص قد تقول مثلا في التقرير وبلغ مثلا المعدل كذا وكذا وحصلت مثلا على المركز الأول الشركة حصلت على المركز الأول في عام كذا يفضل أنك تضع جدول الترتيب هو لا حاجة للقارئ القارئ العادي أو يريد نظرة شاملة للتقرير لا حاجة أن تدرج له جدول الترتيب السنوي مثلا للشركات وأنك حصلت على الترتيب الأول ولكن تورد فقط في التقرير حصلت الشركة على المركز الأول في عام كذا وتضعه في الجداول ضمن الملاحق تضع في الجداول هذا الترتيب الذي حصلت الشركة فيها على المركز الأول توضع مثلاً العشر مراتب الأولى للشركات وتوضع فيها أن شركتك حصلت على المركز الأول إذن كمية كبيرة من بيانات لا حاجة لحشوها في التقرير يكتفى فقط في كتابة ما يلزم ووضع باقي البيانات الكبيرة توضع بإمكانك أنك تضعها في جدول وتكون في الملاحق لمن أراد الاستزادة الثالث لدينا المخططات والرسوم التوضيحية من الطبيعي والشايع أن يتم تقديم المخططات والرسوم التوضيحية في الجزء الرئيس من التقرير تتسبب كثرة تلك المخططات والرسوم في تقسيم النص بكثرة أو في التداخل موضوع الرئيس وذلك يتم اللجوء لتقديمها أحياناً في الملحق بمعنى هذه المخططات مفيدة لمن يريد بنظرة شاملة أكثر من الجداول الجدول يحتاج القارئ أن يطلع على الجدول كامل حتى يعرف مثلاً هذه النقطة ما هي مثلاً أعلى قيمة أو أدنى قيمة في الجدول يجب أن يلقي نظرة كاملة على العمود ولكن ميزة المخططات والرسوم إنها مباشرة توضح لك بالأعمدة مثلاً توضح لك مباشرة أعلى قيمة وأدنى قيمة فإذن تستفيد من المخططات والرسوم في الجزء الرئيس توضع في الجزء الرئيس ولكن لا تكثر منها لماذا؟ لأنها تسبب تفرقة كبيرة بين الفقرات وتشتت القارئ إذا كانت كثيرة فإذا كان لديك مخططات كثيرة جداً يفضل وضع المهم منها في الجزء الرئيس والباقي يوضع في الملاحق إذن هذه هي المكونات الإضافية للتقرير قائمة المصطلحات والجداول والمخططات والرسوم التوضحية في هذا الدرس تحدثنا عن كتابة تقرير الأعمال مكونات تقرير الأعمال مكونات إضافية للتقرير عزيزي الطالب صل المصطلح بتعريفه فأخذنا التقارير بأربع مصطلحات أو أربع أنواع للتقارير التقارير الإعلامية التقارير البحثية التقارير التحليلية وتقارير التقدم لدينا هذه المصطلحات عندما تهدف الشركة إلى اتخاذ قرار مهم حيث يشرح وضع الشركة ويقدم المعلومات والتفسيرات والاستنتاجات ذات العلاقة هذا التبع أي واحد منهم هذا التعريف خاص بأي نوع من هذه التقارير الثاني لدينا تستخدم لتوضيح الوضع الحالي لمهمة أو لقسم معين الثالث معلومات عن عدد الموظفين وأدوارهم في الشركة الرابع يتم إعدادها عندما تفكر الشركة بتحقيق هدف جديد إذن أربع تعريفات لأربع أنواع من التقارير نبدأ بسم الله مع التقارير الإعلامية أي التعريفات الأربع خاص بالتقارير الإعلامية عزيزي الطالب أحسنت التقارير الإعلامية هي تقديم معلومات عن عدد الموظفين وأدوارهم في الشركة تذكر عندما قلنا الإعلامية هي تقارير غير متحيزة تقدم حقائق إذن هي معلومات عن عدد الموظفين وأدوارهم في الشركة النقطة الثانية هو النوع الثاني من التقارير التقارير البحثية ما هو التعريف الخاص بالتقارير البحثية والجزء المرتبط بالتقارير البحثية أحسنت حزيزي الطالب هي تقارير يتم إعدادها عندما تفكر الشركة بتحقيق هدف جديد عندما تحدث عن المستقبل فنحن نبحث نسأل المستشارين المختصين في تقديم أو في البحث عن أهداف جديدة هو توضيح هذا الموضوع للمدراء التقارير التحليلية النوع الثالث لدينا تحليل من اسمها نعم عندما تهدف الشركة لاتخاذ قرار مهم حيث تحلل أو يحلل أو يشرح وضع الشركة ويقدم المعلومات والتفسيرات والاستنتاجات ذات العلاقة النوع الرابع والأخير لدينا تقارير التقدم إذن هذا التقارير يستخدم لتوضيح الوضع الحالي لمهمة أو لقسم معين قلنا تقارير التقدم هي تقارير بسيطة جدا يمكن وضعه في صفحة واحدة لأنها خاصة في قسم معين خاصة في فترة زمنية بسيطة مثل أسبوع تقدم مثلا هذا القسم أو إنتاجية هذا القسم في هذا الأسبوع فقط فهذه تسمى تقارير التقدم إذن هذه الأربع أنواع من التقارير الإعلامية والبحثية والتحليلية والتقدم مرة أخرى التقارير الإعلامية تقدم معلومات عن عدد الموظفين وأدوارهم في الشركة التقارير البحثية يتم إعدادها عندما تفكر الشركة بتحقيق هدف جديد التقارير التحليلية عندما تهدف الشركة إلى اتخاذ قرار مهم حيث يشرح وضع الشركة ويقدم المعلومات والتفسيرات والاستنتاجات ذات العلاقة تقارير التقدم أخيرا تستخدم لتوضيح الوضع الحالي لمهمة أو لقسم معين سؤال متى نحتاج لإضافة المصطلحات في تقارير الأعمال عزيزي الطالب اتفقنا أن إضافة المصطلحات تتم في حال مخاطبة أشخاص غير مختصين أو الرغبة في توضيح بعض المصطلحات الفنية لغير المختصين شكرا لكم على حسن المتابعة ونلتقيكم بإذن الله في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته